الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أستكمل معكم أحبتي في الله سلسلة المنظومة الرقمية الرائعة في القرآن العظيم لنكتشف حقائق جديدة تتجلى أمامنا للمرة الأولى تأتي اليوم في عصر التكنولوجيا الرقمية لتشهد أن هذا القرآن لا يمكن إلا أن يكون كلمة الله تبارك وتعالى اليوم سأتأمل معكم فعل القسم في القرآن دائما يأتي بصيغة لا لا أقسم وهنا ملمح لغوي رائع جدا أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لأن يقسم لنا ليس بحاجة أن يقسم أنه على حق وهو خالق الكون لذلك جاءت كلمة أقسم دائما وقبلها لا لا أقسم دائما لا أقسم فلا أقسم لا أقسم وهكذا في القرآن كله أيها الأحبة ليقول لك إن هذا الخالق العظيم مستغني عن القسم وليس بحاجة للقسم ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى بك أيها الإنسان ورحمته بك أيها الملحد تحديدا أنه لو كان هناك قسم لكان هذا القسم يعني مثلا عندما يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم ولو تعلمون عظيم هذا القسم وراءه معجزة كبرى أنه لا يستطيع أحد أن يحدد مواقع النجوم لأن الموقع الحقيقي للنجوم لا نستطيع أن نراه بأعيننا لأن أقرب نجم لنا يبعد بحدود 4.3 سنة ضوئية يعني إذا انفجر هذا النجم اليوم لن نرى انفجاره إلا بعد مرور 4.3 سنة المدة التي يقطعها الضوء حتى يصل إلى الأرض لذلك هذا قسم عظيم النبي لم يكن يعلم طبعا الله علمه كل شيء ولكن ثقافة الناس في ذلك الزمن لم يكنوا يعلمون أن النجوم لها حركة محددة وأن الضوء ينتقل بسرعة محددة هي 300 ألف كيلو متر في الثانية تقريبا وأن أي شيء في الكون يحدث يجب أن يمر زمن كبير حتى نراه هو المدة التي يقطعها الضوء ليصل إلينا إذن أيها الأحبة هذا القسم العظيم الله يقول لك أنا لست بحاجة أن أقسم ولكن لو كان هناك قسم لكان هذا القسم لذلك دائما استخدم الله كلمة لا أقسم بالله هنا الذي لفت انتباهي وجود نظام وبناء عدد وراء هذه الآيات دقيقوا معي أيها الأحبة كلمة أقسم في القرآن تكررت ثمان مرات كلمة أقسم تكررت ثمان مرات ودائما بصيغة لا لا أقسم دعوني أتأمل معكم هذه الآيات الآية الأولى فلا أقسم بمواقع النجوم الآية الثانية فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون وهذه آية تشير إلى أن ما نبصره أقل بكثير مما لا نبصره العلماء يقولون إننا نبصر فقط واحد بالمئة من الكون وتسعة وتسعين بالمئة هي أشياء إما نجوم خافتة لا ترى وإما مادة مظلمة وطاقة مظلمة سبحان الله لذلك القرآن نبه إلى هذه الحقيقة الآية الثالثة فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون وبالفعل اكتشف أن هناك عددا من المشارق والمغارب هناك كواكب تدور حول كوكب يدور حول الثلاثة شموس مثلا تحدثنا عنه وله مشارق ومغارب متعددة الآية الرابعة لا أقسم بيوم القيامة الآية الخامسة ولا أقسم بالنفس اللوامة الآية السادسة فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس وهذه آية تدل على الثقوب السوداء فيها إعجاز سبحان الله كل الآيات التي فيها لا أقسم وراءها معجزة الآية السابعة فلا أقسم بالشفق والليل وموسق وقلنا أهمية ظاهرة الشفق لحمايتنا أيها الأحبة الشفق القطبي يحمينا من شر الرياح الشمسية القاتلة طبعا هذا بحث طويل وهنا الآية الأخيرة لا أقسم بهذا البلد وأن تحلم بهذا البلد إذن لدينا ثماني آيات المعجزة الآن التي أود أن أذكرها لكم أيها الأحبة أن أرقام هذه الآيات فيها بناء عدد محكم يقوم على الرقم سبعة إذن هذه الآيات الثمانية التي فيها لا أقسم هي جزء من المنظومة السبعية في القرآن العظيم نحاول أن نكتشف هذا السر دققوا معي أحبتي في الله لنكتب أرقام الآيات الثمانية التي ورد فيها فعل القسم الآية الأولى رقمها خمسة وسبعين الآية الثانية ثمانية ثمانية الثالثة أربعين ثم الآية الرابعة واحد الآية الخامسة اثنين الآية الثالثة خمسطاش السابعة سبتعش ثامنة واحد طبعا أرقام الآيات هنا أيها الأحبة هنا هذه أرقام الآيات الآن العمل الذي قمنا به أننا قمنا بصف هذه الأرقام حسب المنهج الذي نسير عليه في صف الأرقام لأن المنظومة العددية السبعية أيها الأحبة تقوم على منهج ثابت هو أنك تأخذ الأرقام وتصفها بجانب بعضها حسب تسلسلها وترتيبها في القرآن وسوف تجد دائما دائما أعدادا من مضاعفات العدد السبع دائما تجد هذه تتكرر في القرآن كله سبحان الله مع الكلمات والحروف والآيات والسور وغير ذلك الآن عندما نصف أرقام الآيات خمسة وسبعين ثمانة وثلاثين أربعين واحد اثنين خمسطاش سبتعاش واحد يتشكل لدينا هذا العدد هذا العدد أيها الأحبة هو تريليون ومئة وواحد وستون بليون وخمسمائة واحد وعشرون مليون واربعمائة وثلاثة آلاف وثماني مئة وخمسة وسبعون رقم كبير جدا هذا العدد من مضاعفات العدد السبع يقبل القسم على سبع من دون باقي والناتج هو عدد صحيح كما نرى ليس له فواصل أو كسور سبحان الله يعني الله عندما رتب هذه الآيات التي فيها لا أقسم فعل القسم جاء أرقام هذه الآيات مصفوفة من مضاعفات العدد السبع طيب ما الذي يضمن لي أن هذا ليس من قبيل المصادفة انظروا أيها الأحبة رقم الآية الأولى نحن أمام سلسلة من الآيات ثماني آيات لو أخذنا رقم الآية الأولى مع الأخيرة نجد عددا من مضاعفات السبع وأخذنا رقم الآية الثانية مع قبل الأخيرة نجد مضاعفات السبع والثالثة مع التي قبل الأخيرة أيضا مضاعفات السبع والآية الرابعة والخامسة في المنتصف مضاعفات السبع نحن أمام شبكة معقدة انظروا معي أيها الأحبة الآية الأولى رقمها 75 والآية الثامنة واحد أصبح لدينا عدد 175 هذا هو من مضاعفات العدد السبع يساوي سبعة في خمسة في خمسة طيب الآية الثامنة أو الثانية عفوا مع الآية السابعة الآية الثانية مع الآية السابعة نجد الآية الثانية رقمها 38 والسابعة 16 يعني نأخذ آية آية الأولى والأخيرة ثم الثانية مع السابعة الثالثة مع السادسة الرابعة مع الخامسة وهكذا نجد عددا هو 1638 أيضا مضاعفات السبعة طيب دعونا نذهب للآية الثالثة والسادسة الآية الثالثة رقمها 40 والآية السادسة 15 أصبح لدينا عدد 1540 يساوي 7 في 220 أيضا أرقام الآية الرابعة والخامسة الرابعة رقمها 1 والخامسة 2 يتشكل لدينا عدد من مصفوف هذين العددين هو 21 يساوي 7 في 3 سبحان الله والله أيها الأحبة يعني هذه هذه الأرقام يعني هل جاءت بالمصادفة يعني هل يمكن أن نجد أن أرقام الآيات الثمانية عندما نقوم بصفها تعطينا عدد المضاعفات السبعة وعندما نصف الأولى مع الأخيرة والثانية مع التي قبلها والثالثة مع التي قبل قبلها وهكذا يعني نحن أمام شبكة متناسقة من الأرقام وكلها بناء كله يقوم على الرقم 7 هذا يشهد على أن الذي أنزل هذا القرآن هو الذي خلق السماوات السبع وقال في هذا القرآن إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون فهذا النظام الرقمي هو بمثابة شفرة تستطيع من خلالها أيها الإنسان المشكك أو الملحد تستطيع من خلال هذه الشفرة الرقمية أن تتأكد أن هذا القرآن سليم وصلنا كما أنزله الله عز وجل على قلب حبيبنا محمد وأن الله حفظه إلى يوم القيامة لا نملك والله أيها الأحبة إلا أن نقول الحمد لله لأن الله أمرنا بذلك كلما رأينا آية يجب أن نحمد الله سبحانه وتعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة